المسبحة أو كما تسمى باللهجة الدارجة داخل المجتمع العراقي بالسبحة كانت ولازالت جزءا من موروث ديني واجتماعي وثقافي لدى عدد كبير من أفراد المجتمع فالبعض يرى فيها جزءا من زينته والبعض الآخر يراها جزءا من العبادة وعرفت السبح لدى العرب قبل الإسلام حيث كانت تلبس على الأجياد ومع مجيء الإسلام تحولت إلى ما هي عليه اليوم أنواع السبح عدنا حاليا أنواع السبح الكهرب الألماني اللي هذا أول شيء الكهرب ألماني فالشيء قليل بسه ونادر يعني يجي بعد الكهرب البولوني وتجي بعدين الكهرب وبحشرة بعدين يجي الكهر آمان؟ هاي أنواع السبح Civil neighbour ويجي أي يصور حجازي اللي طبعونه من قاع البحر عندك المرجان البحري يسمونه الدم العصفور ويجي بعدين الكهرباء العروسي اللي هو الشفاف وعدك كهرباء الألماني عاطش الألماني وسمونه كهرباء البلغمي هم عندنا وبعدين يجي عندنا مثل السبحة اليمانية تجينا من اليمن منناك هم هم مرغوبة هذه ولا وقليل من عتنها لن تجي بس أحجار أكثر شي منناك من اليمن وعلى المدى البعيد والقريب مرت صناعة المسبحة في مراحل عديدة فبعدما كانت بدايتها تصنع من الصخور حتى تحولت إلى الطين المفخورة وما لبثت مع مرور الوقت حتى تحولت إلى الأحجار الكريمة أو ما يعرف بالسندلس والكهرب وهذا الأخير يتنوع بأنواع كثيرة بحسب مصادر استيراده ولعله الأغلى بين أقرانه فمنه الروسي ومنه الألماني والبعض القليل منه يستخرج من دول أخرى قبل كانوا يسبحون من طلعة السباح بالطين يسوون 99 حبايا من طين أو من يحصوا كانوا يخلون يحصوا أو يسبحون بها أو بدون خيط فهذه التطشر يسووا قاموا يسوون طين طين ويزرفوها ويسووها 99 حبايا ويسبحون بعدين الطين يتفلش فسووا من الفخار أما أسعار هذه السباح فهي مختلفة فمنها الرخيصة ومنها الباهظة الثمن والتي قد تتجاوز أسعارها العشرون مليون دينار لا سيما حجر الكهرب الألمانية الذي يتميز برائحته الزكية حينما تدلك الأحجار مع بعضها البعض سيف علي قناة النهار عراق بغداد بالنسبة للكهرب الألماني هذا يمت ريحة ريحة نوم بصة وهذا مثلا يساعد على أبو صفار يعني بأصفار يساعد يعني شوية يخفف من عنده أما ليسوه حجازي يقول لك الإنسان إذا قهر ماكو بداخله مكاما صيبي فشي أطيق معده خلزة من اللي يسوه حجازي فكل شي بيه الله سبحانه خالقه هو بيه فائدة لله بيه فائدة للبشاء